السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النهاردة هنعمل جنبري مقلي هيكون مقرمش من برة وطاري من جوه وتدبلته هتبقى روعة جدا وحلوة وكمان يعني لو الجنبري صغير في الحجم هوريكو ازاي نخليه كبير مهما كان حجمه والقشر مش هنرميه هنعمل منه احلى شربة تابعوني ولو اول مرة تشوفني ياريت تشترك وتفعل الجرز عشان يوصل لكل جديد معايا بمجرد ما انا بننسله الجنبري اللي معايا حجم وسط مش كبير انا سبت تلاتة عشان اوريلكم ازاي انا بنظفه هجيب الجنبري وبطرف سكينة او خلة هجيب من الحلقة التانية او التالتة وادخلها بالراحة لحد ما شيد الكيس الرملي هيطلع معايا بكل سهولة واشده وبعدين هشيل القشر طبعا انا مش هرميه لان انا هعمل منه شربة والراس كمان بتبقى حلوة جدا بتبقى مبطرخة فبتدي مزوق يعني حلو جدا في الشربة انا سايبة ديل كمنظر جمالي اللي عايز يشيله واللي عايز يسيبه يعني مش هتفرق انا عاملها كشكل بس مش اكتر دي طريقة تانية عشان نشيل الكيس الرملي نفتحها من وراء كده نيجي لتدبيلة الجنبري هرجوون معايا فلفل وتوم بابريكا كوزبارا كامون توم بودرة بصل بودرة وملح لو التوم صحيح هضرب في الكبة وهنزل عليه بكل البهارات دي هبتدي ان انا اقلب المكونات كلها البهارات كلها مع بعض طبعا اختياري لو عايز اتحطي فلفل حامي مفيش اي مشكلة في النهاية هحط عصير اتنين لمونة واقلب الخليط كويس جدا الخلطة دي تنفع لأي نوع من السمك حتى لو ما شوي هبتدي ان انا اخد معلقة من الخلطة دي هحطها على الجنبري معلقة كبيرة واتبل الجنبري واسيبه من نص ساعة يعني هو يفضل ان هو يقعد ساعتين كده طعم لحم الجنبري هيبقى معايا حلو جدا نيجي بقى للتغطية او التدبيلة الخارجية من برا معايا هنا في كل طبق كباي دي في طبق منهم هحط فيه معلقة بيكين بودر ومعلقتين نشا ومعلقة بابريكا وكامون وهقلبهم على بعض وهزود عليهم مش كوباية مية بس كل ما يحتاج يعني انا عايزة اعملها كأنها ايه عاجينة ما تكونش خفيفة ولا سميكة انا عاوزيها تكون متوسطة هبتدي ان انا اضربها بالويسك كويس جدا عشان اخلط الدقيق بالبهارات كلها ما يبقاش فيها اي تكتلات نهائي تمام كده انا بالنسبة لي يعني شكل القوام كده حلو مش وحش مناسب جا وقت الجنباري هقوم حطاه في التدبيلة الاول وبعد كده الدقيق وبعد كده التدبيلة وبعد كده الدقيق هقرر العملية دي مع كل الجنباري اللي معايا بس مش هحطهم في الطبق يعني على بعض هقبقى بعد عن بعض شوي في زيت ساخن جدا هبتدي ان انا ارص الجنباري واسيبه من نص دقيقة لدقيقة عشان اقدر ان انا اقلبه النحية التانية وطبعا درجة اللون بتحبيه فاتح او غامق دي ترجعلك انتي على حسب كل واحد بيحب الارمشة او التغطية دي الكافر بتبقى غامقة او فتحة انا كده اعتبر خلصت هخلص بقيد الكمية كلها ويلا بينا عشان نشوف احلى شربة هتتعامل من اشر الجنباري ازاي فحل على النار هبتدي ان انا حط فيها اشر الجنباري وهفضل اقلب فيه لغاية ما ينزل ميته لو عايزة قبل ما تحطي القشر تحطي معلقتين زيت مفيش اي مشكلة انا عملتها من غير اي دهون خالص وكان طعمها فعلا روعة مع التقليب المستمر وبعدين هبتدي اضيف عليها الخضار هيكون ايه بقى؟ هيكون معي جزر وبصل وتوم وكرفس وما ننسيش بقية التدبيلة اللي احنا عاملينها بتاعت الجنباري هحط منها معلقة كده دي بتديلها يعني مزاق بجد روعة حلوة جدا الشربة هقلب كويس وبعدين هنزل عليهم بالمية يعني لحد كده ايه ما تغطي الجنباري كله هسيبها تغلي على النار ولحد ما ميتها تنقص وفي النهاية هقوم حط عليها الملح بتاقليبتين تلاتة يبقى انا كده خلصت الشربة بتاعتي هبتدي اصافيها بقى عشان اغرفها في الاطباق ده كده الشكل النهائي بتاع الوجبة بتاعت النهاردة عملنا احلى شربة من قشر الجنباري بجد خرافة وطعمها طحفة روعة حاجة كده يعني مزاق حلو جدا عملنا الجنباري بطريقة المطاعم مهما كان حجمه صغير احنا هنضاعف حجمه بالتدبيلة اللي احنا عملناها شايفين طبعا حجمه بقى عامل ازاي يعني حلو جدا الشربة مش تقيلة ولا خفيفة ورحتها روعة بجد اتمنى ان الوصفة تكون عجبتكم وتجربوها وتقولولي رأيكم ايه فيها لو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد بمجرد ما نبنزل اشوفكم في وصفة جديدة او حلقة جديدة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة